في حدث جمع صناع الفخامة والتألق انطلق معرض الجواهر العربية في نسختها الحادية والثلاثين بتشكيلة واسعة من التصاميم النادرة والحسرية من المجوهرات والمسوغات الذهبية بالإضافة إلى الساعات والأحجار الكريمة التي ضمتها ملصات العرض العارضون أجمعوا على أن هذا المعرض يعد البوابة المثالية لطرح كل ما هو جديد ومميز في عالم المجوهرات 650 علامة تجارية فاخرة للمجوهرات والساعات من كافة أنحاء العالم تجتمع تحت سقف واحد في معرض الجواهر العربية لتبهر عشاق الفخامة ومحبي التمييز بمجموعة ثريدة من المجوهرات الحصرية التي صمم بعضها خصيصا ليتم عرضها في هذه النسخة المعرض البحرين يعتبر من أكبر المعارض في المنطقة العربية وشرق الأوسط ونحن دائما نستعرض فيه المنتجات سواء كانت لؤلو ولا كانت مصوغات ذهبية ودائما نحط فيه شيء مميز عساس زوارنا من برى المنطقة يشوفون شونه عندنا من كنوز في البحرين ونحن حريصين خصوصا في المعرض أنه كنا من عندنا أشياء حصرية في أشياء مبيعة وفي أشياء بوجرة للعرض فقط أن نحن نبرز اسم البحرين أولا طبعا ونبرز أهمية اللؤلو الطبيعي بالأخص خلال المعرض هذا مقدم تقريبا ست مجموعات جديدة تعرض لأول مرة في شركتك جوهرة نطلقها خلال معرض البحرين فالآن المعرض الجوهر العربي هذه يعتبر حسب رأينا من أفضل وأهم المعارض الموجودة في المنطقة ومن أقدمها أيضا ثلاثة عقود من الزمن وهذا المعرض ينصب نفسه على عرش الفخامة والرقي ليصبح بذلك مركزا رئيسيا لعرض المجوهرات والساعات الثمينة ذات التصاميم الكلاسيكية والمعاصرة والحصرية بالإضافة إلى مجموعة واسعة كبيرة من المصوغات الذهبية والفضية المصنوعة باحترافية عالية والأحجار الكريمة والإصدارات المحدودة التي طرحتها العلامات التجارية العالمية في معرض الجواهر العربية 2023 نحن هذا معرض كثير من نحضر له نعمل له قطع خصوصي قطع مميزة وحلوة للزوء البحرين والخليج ومننطره مناطرة هالمعارض كل سنة إن شاء الله هالسنة بيكون معرض ناجح علينا والجميع المعرض يعني من أهم المعارض الموجودة مو بس على مستوى الخليجي ومكا على مستوى العالم بشكل كامل في مشاركات كثيرة يعني من كل الشركات قائيونا من جميع دول العالم أنا حريص طبعا أني أكون في هالمعرض نسأس عندنا يعني إكسبوجر والناس التعرف على اسمنا لأن عندنا يعني خطة توسع في الخليج إن شاء الله حريصين على أنه نعرض مجوهراتنا واللؤلؤ البحريني اللي بيطلع من هنا من بحرين حريصين أنه إحنا نعرض التراث ونتبادل الثقافات لأنه يجي لهذا المعرض ناس من جميع أنحاء العالم سواء محلات سواء يعني ناس مشاركة وسواء الناس حابت تشتري المجوهرات هذه فصراحة هي فرصة عظيمة وأحس دائما أجواء رائع في بحرين فترة معرض المجوهرات النفسية بتتغير بس كده لرؤية المجوهرات لحالهم في هذه النسخة يقدم المعرض لزواره تجربة فريدة من نوعها من خلال الأجنحة المتنوعة والتي تناسب جميع الأذواق في محتواها يعود معرض الجواهر العربية ليفتتح أبوابه بنسخة جديدة وموزعة على خمس قاعات في مركز البحرين العالمي للمعارض ففي كل زاوية هناك عالم من الفن والجمال يتجسد في قطع ومصوغات ذهبية وفضية ومن الأحجار الكريمة تحكي جميع أذواق زواره وعشاقه خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين